اشتركوا في القناة على تفاصيل وقوانين القتل بالإضافة إلى القرعة التي ستحدد مصير المواجهات بين المقاتلين احتفلت اللجنة الأولمبية البحرينية بفوز الشيخ حيات بنت عبد العزيز الخليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة رياضة المرأة بجائزة اللجنة الأولمبية الدولية للمرأة والرياضة لعام 2015 عن قرات أسيا وذلك في الاحتفالية التي أقامتها بمقر اللجنة بضحية السيفة وسط حضور وفد نسائيا يمثل اللجنة الأولمبية الإماراتية حضرها خصيصا لتهنيئة الشيخ حيات بنت عبد العزيز بهذه الجائزة